اشتركوا في القناة هتعمل شيء كتير مميز حيكون في برامج حتكون نقلة يعني حتنافس القنوات التلفزيونية المحلية وحتى العربية قد ما في ناس بتحبنا وتوسق فينا فجأة مشروع شبه توقف يعني وصاروا في ناس يقولوا انه شام تي في متل يعني شاشتين متل بعض ما بيختلفوا كتير عن بعض على حساب يعني شايفين انه في ناس هذا المشروع توقف على حساب السوشال ميديا نحن كتير عم نهتم ببس مباشر أو بترميز صفحتنا على الفيسبوك أو هلأ بالشام ما دخل هاي مشافين انه مشروع توقف على حساب شيء تاني العلاقة بالسوشال ميديا فليش توقف مشروع شام تي في وين صار هذا المشروع هلأ هو توقف صحيح بس مو 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 على حساب شيء تاني أو مو لصالح شيء تاني خلينا نقول لا هو توقف ببساطة لأنه المشروع بحاجة ترخيص وحكيت أنا مع هلأ مع هيام قلت له انه ما حضرت وقلت له انه يبدو هلأ ما بعرف شو الحكمة شو السياسة أو هي سياسة دولة ما فينا ندخل فيها بس ما حابين يعطوا ترخيص لمسائل أعلام محلية أنه تطلع من سوريا هلأ فيه ترخيص وحيد كتليفزيون هو إلى قناة سما أو ما في غيره ما حدا مرخص ويبدو إذا بدون بدون ينفتح هذا الباب بدون يصير عندك عندك آلاف الترخيص هلأ بصراحة إلا ناخد وجهة النظر الأخرى خطير إذا يكون عندك كتير تليفزيونات ما تكون معروفة أهدافة اللي وراها اللي يعني يمولها شو السياسي اللي ممكن تتبع خصوصا البلد تطالع هلأ من حرب تجربة لبنان بهذا المجال كتير سيئة ويا رب ما بتتكرر وعمره ما تتكرر وعمره ما ناخد ترخيص نحنا يعني إذا بدو يصير في هيك بتوقع بتوقع أنه قد يكون هذا السبب ما بعرف يعني ما حدا ناقشني إنه سألت قال هلأ ما فيه هلأ ما فيه طبيعي إنك توقف هلأ السؤال لا هم تطرحوا علي طيب إذا ما أخدوا ترخيص ليش العطوب الأول هذا كان بدو يقول لك استعجلنا شوي دعسة ناقصة شو بنسميه لا أنا كنت معتبر إنه قولك إيه يا با إنه نحنا عنا تليفزيون نص تليفزيون خلنا نعملوا تليفزيون كامل هو إنترنت كان يعني أنت كنت عم تعمل تجربة شبيهة بالإنترنت يعني بتجربة الإنترنت بس على على الساتيليت انتبهوا علي من أول حد فما ضبطت اشتركوا في القناة